طيب بكرة مباراة سيراميكا النهاردة في معسقر مغلق وكولر بالتأكيد هيختار القائمة اللي هيخود بيها هذه المباراة ولكن طبعا مسألة عودة بيرستاو يمكن بيرستاو إقاع البرنامج التأهيل يمكن حبنا نطمن على بيرستاو إمتى هيرجع بالزبط يعني مبدئيا بإذن الله في أقل من شهر يعني قبل نهاية شهر يناير هيكون موجود في التدريبات الجمعية لكن إقاع البرنامج التأهيل حاليا دلوقتي ماشي بشكل كويس طبقا للكلام والتصرحات من الجهاز بنفس الأمر اللي طاهر محمد طاهر كان الكلام بإذن الله أو الكلام على أن خلال أيام ممكن عقب مباراة بيرامدز مباشرة يكون طاهر جاهز للمشاركة في التدريبات الجمعية ومن ثم المشاركة في المباراة الرسمية أقرم توفيق بنتكلم على يعني قبل 1 يناير الناس بتحاول تستعجل مسألة الصفر وحجز موعد العملية مع الطبيب النمساوي اللي كان أقرى لأقرم توفيق العملية الجراحية في القدم اليمنى اللي أصيب فيها لما كان موجود مع منتخبنا الوطني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون في يناير 2022 فبإذن الله إن شاء الله فيه يعني سرعة في الإجراءات بتتمي خلال الفترة اللي جاية بنكلم مثلا قبل نهاية الأسبوع أو بحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل بيحاولوا إنهاء الإجراءات بسرعة عشان يتم إجراء العملية الجراحية ومن هنا لغاية لما يسافر أقرم فيه تدريبات يمكن بتتعامل بشكل تحفظ شوية بالنسبة لأقرم توفيق عشان الرب ما يبقاش فيها لقدر له تورم ما يبقاش فيها رشح ما يبقاش فيها بعض الإصابات أو ممكن يكون فيه مضعفات قبل إجراءة العملية الجراحية فدكتور رحمد أبو عبلا يمكن فيه إجراءات تحفظية حاليا دلوقتي مع أقرم توفيق قبل السفر إلى النمسا لإجراءة العملية الجراحية بخلاف ذلك الحمد لله كل اللعيبة بشكل جيد يمكن عمر السلية شعر بإجهات خفيف لكن على انتظر نشوف القايمة النهاردة من قبل الجهاز الفني وإن شاء الله بإذن الله أي مجموعة أي مجموعة أي أن كانت الأسماء اللي اخترى مارسل كولر كل الثقة والدعم فرصتكو أنتو تسعدوا جماهيركو محدش هيقدر يقول للجمهور أي كلمة وأي تعليق إلا نتيجكو مهما الواحد طلع من النهاردة لغاية نهاية الموسم يطلع يتكلم مع الجمهور ما في أي كلمة تقدر تهدي شوية من غضب الجماهير إلا الأداء إلا النتائج وعلى فكرة الأداء قبل النتائج انت فاوات معنا ممكن تعمل نتائج كويسة جدا لكن الأداء مش على ما يرام فإسعدوا جماهيركم إدوا فرصة أن المتشاط الجاية تكون قرنفال لعودة الجماهير للملاعب بشكل كبير وأن الجمهور يحضر عشان يساندكو ويؤذركو بشكل كويس جدا قبل معترك دولي ناس كتير بتحسدكو عليه يعني رسالة اللعبة الأهلي الأهلي عنده تم المشاركات التاريخية في مونديال الأندية ففرصة لكل لعب أنه يطلع كل اللي عنده كل الأجواء مناسبة كل الأجواء مهيئة فكل واحد يقوم بدوره بالتأكيد احنا في النهاية بنشتغل عشان نسعد جماهير النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله واثق أن الفترة اللي جاية هتكون أفضل من المباراتين اللي فاتوا والبداية والانطلاق الكويس اللي حصل في بداية الموسم سوبر مصري على الزمالك اتنين دورة أبطال إفريقيا محتاجين نرجع بسرعة عشان في البعض بيحاول يستغل بعض العصارات اللي بتحصل في بعض المباريات ويبدأ يشتغل بقى عليها كالجان إلكترونية عشان يحاول يهز سقط جماهير النادي الأهلي أكبر رد لا مني ولا من غيري أكبر رد هيجي من لقابة الأهلي في الملعب اكسب وعمل أداء ونتيجة حتى جمهور الأهلي شايلك فقراس وفرحم بيك وبيدعمك وبيؤذرك دايما لأنه شايفك بتأدي في الملعب قبل النتيجة على فكرة يعني حتى لو تعادلت لقدر الله بس انت بتأدي وبتعمل لي عليك هتلاقي جمهور دايما واقف في صفاك